في قصيدة عن الأم وهي لها مناسبة مناسبة هي طويل العمر ومن يسمع في ناس من الزملاء أعزهم معزة يعني قوية في إجازة أرسلهم لرسائل وتواجهتهم وإياهم قالوا بعمر نبي جوازك تشلعن قالوا العلم نفلح بنسافر ونبيك معنا محفول مكفول بس عطنا الجواز قلت والله أخوتكم والله تنشره في الدراهم لكن الوالدة أبا شاور الوالدة أبا أخذ رأيه وأشوف أبا أجيس نبضها المهم واجي للوالدة أم منصور قالت سمي قلت والله الوضع كذا كذا أنا ودي أروح مرغب علي وتمشى ونشوف الأنهار ونشوف الطبيعة ونشوف الماء والخير قال أنت نهرنا الجاري وأنت روح خلاص معاد هذه الإجابة قلت معاد عقب هالكلمة الشيء كم عمرك وقته يا بعمر؟ يمكن الله والعالم خمسة وعشرين خمسة وعشرين وتعال بس تعال المهم قلت والله ما ما نهر الجاري معي استفتعدها لبيات في الوالدة قلت أبجيبها بشيء له ولو منصوتي ما هو صوتك أحلى منه ما في الجبل أقول الجلسة اللي في فينا لم ساعة الجلسة اللي في فينا لم ساعة تسوى النهر واللي تجمع حواليه عندي لبعدتي الحبيبة مناعة وقول لتلبيه لبيه لبيه يوالله لبيه عندي لبعدتي الحبيبة مناعة وقول لتلبيه لبيه لبيه أنتي بقلبي ساكنة في رفاعة ومشرفة بين الحبايب بعاليه أنتي بقلبي ساكنة في رفاعة ومشرفة فوق الحبايب بعاليه وانتي ضياعيني وقربة شعاعه يدلني يا بهجة القلب واغليه يدلني يا بهجة القلب واغليه والله لو تفدات روحي بضاعة لعطيت عمري واطرخيك الباقيه لعطيت عمري واطرخيك الباقيه أقولها والله صدق وقناعة للي تناسى واجب أمه ومقصيه للي تناسى واجب أمه ومقصيه يكفيك منها حملها والرضاعة يكفيك منها حملها والرضاعة ومن برها ربي من النار ينجيه ومن برها ربي من النار ينجيه وحنانها والعطف صعب انقطاعه من الألم تشكي وزولك تراعيه من الألم تشكي وزولك تراعيه أسألك بالله يسنافي وداعة وبي جواب من ضميرك وقاصيه أسألك بالله يسنافي وداعة وبي جواب من ضميرك وقاصيه لو غبت عنها يومك صغير ساعة هل تصبر أمك عن غلاها وتجفيه وصلاة ربي يا نبي الشفاعة وافضل سلام والتحايا تباريه تعداد من آمن بقولك وطاعة وعداد ماهل السحاب بمناشيه وعداد ماهل السحاب بمناشيه اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله صلوا على رسول الله سلامتكم وسلامة المشاهدين